شهدت قرية عبد السلام عارف وشرق بولاق بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة واستمرت القافلة الطبية لمدة يومين بالوحدة الصحية للقريتين حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين وتم صرف لهم العلاج بالمجال من صيدلية القافلة وتأتي تلك الجهود في إطار توجهات الدولة المصرية لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين في القرى المحرومة والمحافظات الحدودية